هو هذا يا البنات. كما رأيت في التامنى الضريس جالي لك اليوم هو هذا عبارة عن تيجان بالبيكو. رائع جدا أنيق جدا كلاس. سوف نقوم بمغضل هذه الكثير من المغربي. مرحبا بك عزيزاتي المتابعة في هذا الدرس اليوم. أدوات الاشتغال التي ستجدها هذا الدريس هم الحرير. مجرد الكثبات. هذه الحريرات الكثبات على ربعات الشعرات. كروشي 0.6 مليمتر. دعنا نجي واقع إلى رق شوي. 0.50. 0.6 ممتاز المقص و إبراء لإخفاء خيوط البداية والنهاية وخصوصا للنهاية مقيمة. قبل أن نبدأ و أقوم بك قريب. هو هذا. قبل أن نقوم بسطور الغرز حشو. الغرزة حشوانات نقوم باستخدامها. قبل أن نقوم بسطور الغرز. قبل أن نقوم بسطور الغرز و قبل أن نقوم بسطور الغرز. كما أخبرتهم سهلا لنبدأ كمية الآخر كمية الآخر كما أخبرت لكم سطورة لا تحتاج لجميع الآخر بعد ذلك كنت أفكر أن أضع 1 الضريس لذلك لا يحتاج ولكن لذلك ثم أتمنى أن أستطيع شرطة فلن أخبركم سوف نقوم بسطر الثالث والآخر سوف نقوم بسطر الثالث والآخر سوف نقوم بسطر الثالث سوف نقوم بسطر الثالث ثلاث سلسلة سوف نقوم بسطر الثالث والفراغ خلق في كرش وخلق بسطر الثالث وسيقوم بسطر الثالث سوف نقوم ب소 خمسة سلسلة 1 جوج 3 4 خمسة خمسة سلسلة مزيان دا بغن خلي جوج للفراغات واحد واحد جوج وغان مشي للثالث وغادي ندير واحد غرزة حشو خلص جوج فراغات ثلاثة وخمسة وبناتهم دائما غرزة حشو سنعوده ثلاثة ونخلي واحد لفراغ ومشي الفراغ الموالي ونصبحت واحدة غرزة حشو سلسلة 1 جوج 3 4 خمسة ونخلي جوج الفراغات ومشي لفراغ الموالي وسنصبحت واحد غرزة حشو سوف تستمر بهذه الطريقة على دورات الكمية التي تتلقى هنا حاولي كي تنهي بقوس كبير هذه الخمسة سلسلة قوس كبير استعمل أي طريقة المهمة بقوس كبير هنا كملت السطرة الثالث سطرة الثالث هنا أخطني نختم كي ما قلت لكم بقوس كبير ولكن هنا لم أشاطي لي جوجل الفارغة شاطولية ثلاثة وفي هذه الحالة واحد الفارغ ليس مشكلة سنعتبره لا نعتبره بحالة كخيجيني هذا مجبد شي شوية ما عليش ولكن هنا شاطولية جوجل لا نقدر نفوت هنا هنا موال فينسا نفوت وجوجل نقدر نفوت ثلاثة ماشي مشكلة وكن ذاك واحد الاخر مثلا اللي كون شاطلية غادي نسرب الخدمة وغادي نختار شي قوس مثلا من هاد الخرين اللي عندي هنا وهو غادي نفوت ثلاثة وغاي بقاليا هنا غاي واحد اللي زايد ما عليش موك هاكا كنكملت السطر ديالي التالي تخرج على هاد الشكل هادا دابا ندوزو للسطر الرابع غادي نجيل هاد الفارغ هادا 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 هندير واحد منزلقة سلسلة هادي سلسلة ستعود لها غرزة هاشو هندخل الفاراغ الكبير هادا هدي الخامسة سلسلة وغا نخدم في اعميدة واحد هنخدم اربعة واحد جوج ثلاثة أربعة هنخدم ربعة عمود غندير جوج سلسلة أو ثلاثة ثم حول هذا العمود الآخر غدي نخدم جوج ديال الأعميدة واحد جوج ثم هنجل هنا نرجع للفرغ ونضيف ثلاثة عمود يعني هذا الفرغ سنخدمه فيه سبعة ديال الأعميدة من مجموع ديال سبعة ديال الأعميدة أخدمنا أربعة ورجعنا أخدمنا ثلاثة شفتيه الفرغ الموالي هذا هنخدم فيه واحد سلسلة واحد سلسلة غنمشي للفراغ الموالي هذا وغنعمل نخدم فيه أربعة عمود واحد جوج ثلاثة أربعة سنخدم خمسة سلسلة واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة سلسلة سنقلب العمل كنات الطريقة سنقلب العمل وكنات طريقة أخرى أنا قاعد ما تنقلبش العمل ولكن هي باش نسهل عليكم من اللي سنقلب العمل هنتم ما الخدمة رائع لك فهى سنقلب التاج هاد اللي اللي خدمت سنقلب واحد جوج ثلاثة ثلاثة العمود الثلاث هنا سنقلب واحد منزلقة أو غرزات حشو اللي جاك سهل أنا قاعد نفضط المونزلقة ثم جوج سلسلة باش نلطفع أو ثلاثة وغانمشي لهاد الفارغ هاد عديل جوج سلسلة هاد القيمة ديال التاج وغادي نخدم واحد منزلقة صافي واضح قلبي العمل ثم فهاد الفارغ هاد هاد الفارغ هاد هاد الفارغ هاد ينخدمو أعميدة نخدمو ثلاثة جوج عاديين بحلاكة والثالث تقدريت خدمي جوج تقدريت خدمي ثلاثة الثالث هذا الثالث البنات خليوا نخدمو ثلاثة ونخدمو في الرابع ديري ربعة ربعات الأعميدة ثم ثلاثة سلسلة مزيرة ثلاثة باركة بنا نديرو ببيكو أسهل ببيكو أسهل ببيكو غادي نجيل هاد العامود هادا اللي الله خدمت ندخل في الكروشي هانتي مشي باليكم ندخل في الكروشي ثم ندير واحد غرزة حشو أو منزلقة اللي بغيتش ما بغيتش ندير لببيكو في أربعة سلسلة أو ما بغيتش ندير سلسلات ملخية غايد جي النتيجة زوينة ولكن سنينة سنازازين عليا مع المصلوح مع تصبينه ذاك الشي بغيتهم يبقى قصحين هاد الشي اللي ذرت دابا هاد الببيكو فوق العامود غادي نديره آآ ثلاثة المرات خورين آآ جوج مرات خورين درنا واحد دابا غا نزيدو الأخر دونك لنا كنديرو عامود ثلاثة سلسلة في هاد العامود النيت غادي ندير واحد غرزة حشو عامود آخر ثلاثة سلسلة ثم غرزة حشو فوق من العامود ثم دائما في هاد الفارغ غادي نضيف ثلاثة ديال الأعمود لي ما ستعرفش العامود ولا لي ما ستعرفش الغرز الأساسي هاد الكروشيرة أنا درت سلسلة تعليمية زوينة استفدوا منها الناس ولو انهم قلال ولكن استفدوا جاءتني بعض ردود الفعل زوينا استفدوا منها سلسلة تعليمية غرز الكروشير للمبتدئات صافي وك هاد التجل فوق هنكملناه نجو نكمله خدمتنا ننزله غادي تجيل هاد العامود غادي تخدمي فيه هنا حول العامود غادي تخدمي جوج آميدة واحد جوج واضح؟ جوج آميدة ثم نجو لهذا الفارغ اللي في التحت تعداد خمسة سلسلة غا نرجعون نضيفه فيه ثلاثة عامود واحد جوج ثلاثة مازين نضيفه 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 مجموعة سحر الكروشير المغربي نرى الانجازات هاد الفارغ الموالي هاد ثلاثة سلسلة صغير نضيفه واحد غرزة ثلاثة حشو ثم في الفارغ الموالي غادي نخدم أربعة عامود واحد شوج ثلاثة أربعة نضيفه ثلاثة ثلاثة سلسلة قبل لم تريد نقلب العمل أنا شنو نضيفه هنا هاد هاد نمشي لهذا ثلاثة الخرنية هاد 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 3 ثلاثة ثلاثة الزرنية و ندخل الكروشي ثم نبدأ إذا لم تريد أن تريد هذه الطريقة مع قضاء حين تجد جهاز الطريقة مع قضاء نعم بشكل عادي هذا يعني بين قوسين و الرسالة لذلك نذهب إلى هذه التاج و نحسبه التاج الثالث نضيفه واحد منزلقة ثم سوف نضيفه نضيفه ثلاثة عامود ثلاثة عمود واحد جوج البنات التي تأتيها مرخية تستطيع ان تذكره فشية التي تكون ورقاق حيث هذه الحريرة لا تعملها بصفر فاصل إلى خمسة خدمها بصفر فاصل إلى ستة حيث يعمل أن الخدمات تأتيك وتأتيك زوينة ومزيرة بحالي أنا فهي جزء ثلاثة عمودة ونحن تحقل في أمودة ثلاثة عمودة ثلاثة عمودة ثلاثة عمودة في حقيقة ما نُشئ بيكو ثلاثة ثلاثة عمودة وذهب على ترجمة نسمع راصية في محاولنا تخ 힘� فطرع مرح ثلاثة عمودة فوق العمود الثاني سهل هذا الطريقه هي اسهل طريقه مش تخدمي البيكو و زوينه نتيجة دخلوا لي التعليق قولوا لي وش بصراحة تستفدو وش هاد الموضيلات اللي سنحط لكم تعجبوكم وش كينه شي فائدة ولا ما كينهش موقعنا في هاد الفارغة نديرو مرة أخرى ثلاثة عمود واحد جوج ثلاثة نجوزو منين مزيان دبا بحركي ما قبله نزلنا حتى دبا غننزلو قد نجيو العمود الموالي سنخدمو عليه هنا قد نخدمو جوج عمود ثم هنا في هذا الفارغ نخدمو ثلاثة عمود حتى نكونو كم من الجزء الثاني ديال الزواق واحد جوج ثلاثة صافي ستستمر بحلاك الفارغ الموالي الصغير هذا تنجلو فيه واحد غرزة حشو صافي ثم تنبدو تاني اش تنبدو تنديرو تنبدو كما بدين هنا كما بدين هنا كما بدين هنا كما بدين هنا اش غنديرو غنديرو هادو اربعة عمود اربعة عمود خمسة سلسلة منزليقة جو سلسلة منزليقة ثم الفارغ سنخدمو فيه اربعة عمود بيكو فرابي عمود عمود بيكو عمود بيكو ثم تنزلو ثلاثة عمود جوج عمود ثلاثة عمود غرزة حشو ونستمر صافي سهل ياك سهل سهل تعقلي عليه وتفهمي او لا بقيكو ان ترجعي مني بديتان هنا بدايكو تدقل بيكو عمود في هادو الشغل على الدورة لديا كلها واضحة لدينا الناتجة واشفتى عندنا اه يو رائعة جدا طبعا ماشي غير الكميمات ماشي سريبتات لا او اي حاجة من غير اللباس تقليدي اتجي رائعة جدا اكملو الشغل اكمل نكملو حتى انا وتلقي معك كما كانت لاحظة اكملت لكم اي مجالي همه وصلت الاخر هنسد بوحيد منزاليقه هنسد منزاليقه عند هاد اول سلسلة هنه يبديد اهربه يبديد هنا وصلتها هنالكروشيه هنالكروشيه ندخل هنا وينزاليقه هذا سيدا نلاقيه هذا سيقول هاد السطح او لا الصف الصف الاخير لدينا واحد التاج خمس سلسلة. سوف ننمشي بمنزلقة. سوف ننمشي. هل سوف ننمشي بمنزلقة. اذا سوف ننمشي بمنزلقة. الآن سوف أفكركم بالسلسلة التعليمية للغراز الكروشيري المبتدئات لكي ترى طريقة كيف تخدم الغراز لكن تتشاهديني أول مرة كي يجبك الكروشير ويجبك التعليمي لهم يعني أنت باقي في المستوى الأولاني سوف نبقى بمنزلقة سوف أجل السلسلة لكي أريد أن أعليف القيمة هذه التجهنة سوف نسد بمنزلقة خمسة سلسلة سوف نضع تجهنها نضع هذه الطريقة ثم نضع الطريقة التي أعجبتكم والتي تجدكم سهلة ومزيانة جوز سلسلة سوف نفوت جوز سلسلة كنت تتفرج في الفيديو البارح حينت هذا نهار جديد عندي لقيت بأنني خطأت فشغت لكم لدي العمود الذي فيه البيكو ليحدة البيكو إلا تفوتي جوج عامدة الذي يأخذه من حول العمود وتتخلي الكروشي في الثالث كما قلت لكم كما قلت لكم الشيء مرات كانت تلف كانت تلف ساعة لله كبنوا من العقلكم واللا تابع اكتشف من زيان تتابعين الفيديو كله دعبا من خلقنا هذا الفارغ الخمسة سلسلة لا تتحرك فيها هذا الخط يشنتف بكثير سوف تتعرفون كيف تشنتف لكم أجد أنه يشنتف لكم ما حال هنا؟ كيف ترغبون لكم الخواطئين هذه الخطأ ترجعون ونقيمهم برمقس بعض المرات لا تنتقر أنني نقيمهم بحال هكذا نحاول كما لا نشنتف الخط ولكن هذا بالضبط وهذا الخط لدي قديم ماشي جديد نقديم بثاف واحد جوج ثلاثة تنديرو ثلاثة فيه والرابعة فيه البيكو نقديم بثاف نقديم بثاف نقديم بثاف نقديم بثاف الجغل ộ بض ecc نقديم بثاف نقديم بثاف لا يوجد ظهرا النمو الكبير لأجونا ظرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اضمار نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ان شاء الله من المكتبات سوف نضع الخيط سوف نضع الخيط سوف نستعمل الإبرة وسوف نخفيه في الخلف وهكذا سوف نكملت 100 ماذا تحصل إلى هذه النتيجة؟ هذه هي مصلحة 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 جيد جيد أعتقد أنه سوف أعجبكم و أتمنى أن أعجبكم أعجبكم كتبوا لي فنيون في التعليق شكرا لكم شكرا لكم على المشاهدة شكرا لكم و أتمنى أن تكوني استفتة لا أريد أن أعجب لا أريد أن أعجب أريد أن أعرف ماذا استفتة كتب لي التعليق و أتمنى أن أعجبكم و فيديوها استعليمية و أعتدد منك إذا لم تكن لا تلبي جميع الطلبات أتمنى أن تعذروني في هذه النقطة كثيرا و أتمنى أن أؤكد عليها و كانت معك مريم من القناة تتعلم على سحر الكروشي المغربي السلام عليكم أتمنى أن أعجب أتمنى أن أعجب يأتيهم يأتي الزبوة عظيمة يأتي هنا من أكثر أضل أفضل من أجل الداخل لم تكن من أجل تم الداخل رأس شكرا